اهلا بكم جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الزميل هشام عبدالعزيز الصحفي في قناة الجزيرة مباشر 45 يوما لتتجاوز مدة حبسه الاحتياطية العامين بعد اعتقاله عاقب وصوله إلى مصر في زيارة عائلية منتصف 2019 واعتقل الأمن المصري هشام خلال زيارة عائلية إلى مصر في يونيو 2019 وضمته إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة لتفرج عنه النيابة بعد ذلك إلى أن الأمن المصري أعاد ضمه لقضية جديدة ويعاني هشام من ارتفاع شديد في ضغط العين مما يسبب عتامة بالقرانية تستحيل معها الرؤية بوضوح وبعد الحبس وبسبب عدم إكمال علاجه أو الالتزام بأدويته تأثرت العين اليسرى أيضا وهو الآن مهدد بفقد البصر كليا في حال استمرار احتجازه في الظروف الحالية وعدم تمكينه من إكمال علاجه كما يعاني من تكلس شديد في عظمة الركاب بالأذن الوسطى وهو يزداد تدريجيا وقد حذر طبيبه المعالج من خطورة إهمال علاجها وإجراء أي جراحة في مكان غير مجهز لمثل تلك الحالات وينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول السيد مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا أحييك أستاذ مصطفى إذن لا جديد بعد عامين يعني يجدد لهشام عبدالعزيز مرة أخرى على الرغم أن البعض كان يتوقع خروج لهشام ومن مثل في حالة هشام من صحفيين وناشطين سياسيين ما الذي يحدث وتقييمك للأمر مصطفى بشكل عاد بصورة واضحة ما زال عناد النظام المصري مستمر وما زال عدائه العام لعموم الصحفيين مستمر دون التوقف نحن نشهد يوما بعد يوم اعتداءات متكررة من قبل النظام المصري على الصحفيين كلما لاحت للنظام المصري الفرصة للفتك بأحد الصحفيين أو إدراج أحدهم على قائم الإرهاب أو إعادة تدويرها على قضية معينة خاصة الصحفيين المحسوبين على قنوات إعلامية النظام يراها أنها قناة إعلامية معادية ويصنفها في خانة القناة الإرهابية في خانة الجزيرة النظام المصري منذ بداية عهده الحقيقة أعلن حربا واسعة على حرية الرأي والتعبير وبالتأكيد هذه الحرب طلت الإعلام بدأ حكمه بإغلاق قنوات ومكاتب للقنوات ثم توالت اعتقال وقتل الصحفين في التظاهرات والعديد من الصحفين اعتقلوا وما زال العشرات منهم معتقلون حتى الآن من بينهم الصحفي هشام عبد العزيز الذي الأسف الشديد يعاني من حالة صحية متردية وهو معرض للخطورة وفق قانون تنظيم السجون حتى إن سلمنا جدلا بأن هشام مجرم مدام بالقانون وحكمت عليه محكمة محكمة عادلة وهذا غير حقيقي لكن إن سلمنا جدلا بأنه محبوس حبسا طبيعيا بعد محاكمة فإن القانون يلزم الدولة المصرية أن تطلق صراحه في هذه الحالة لأنه مهدد بالإصابة بعها مستديمة فيما يتعلق بسمعه وبصره هذه خطورة كبيرة ربما يصل الأمر خطورة كبيرة على حياته لا يوجد أي مصلحة للنظام المصري باستمرار حبس الصحفيين إلا باعتبار أن هذه خطوة تنكيلية بعموم الصحفيين لا يمكن أن يكون هشام عبد العزيز شكل خطرا على هذا النظام ولم يكن أبدا شخصا معارضا للنظام ولم يعلن يوما رأيا معارضا للنظام ولا على أي وسيلة خاصة به أي رأي معارض أو ينتمي إلى فكر هنا أو هناك كان رجلا عاملا مهنيا في مؤسسة إعلامية بشكل مهني تماما يلتزم بقوانين عمله المهني ولم يكن حتى يظن أنه ربما يكون مهددا من النظام ما الخصوم التي بينه وبين النظام لكن النظام الحقيقة لديه خصوم مع كل أصحاب الرأي وبالإضافة إلى أصحاب الرأي لديه خصوم مع كل الصحفيين النظام عازم على كتم الحقيقة وبما أنه استطاع أن يسيطر على الأوضاع الصحفية والسيطرة على الحقل الإعلامي بشكل كامل فواضح حاجة طوال الوقت إلى رسائل إرهابية لعموم الصحفيين العاملين في الحقل المصري لكي لا يحدث أحد نفسه بأنه يمكن في يوم الأيام أن يخرج عن النمط الذي يرسمه النظام للصحفيين وكان الأسف هشام عبد العزيز وغيره من الصحفين المعتقلين هم كبش الفداء الذي يقدمهم النظام كوسيلة لإرهاب المعارضين والتنكيل بهم لكي يخاف الصحفين العاملين في ملف المصري أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا كنت معي عبر الإنترنت من إسطنبول أمسيا مستمراء وبعض قريب المئات المستوطنين هدخلون المسجد الأقصى قسريا وينفذون جوالات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي اشتركوا في القناة